المتحدث العسكري العبيد محمد سمير قال أن القوات المسلحة بالتنسيق مع الداخلية في إطار استمرار عملياتها لمواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية في سيناء وعلى كل الاتجاهات الاستراتيجية تمكنت من تنفيذ عدد من الضربات الناجحة ضد العناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد ومحافظة الدأهلية أصفرت العمليات الأمنية عن ضبط 18 فرد من العناصر الإرهابية من بينهم أحد العناصر الإرهابية اللي شاركت في الهجوم على كمين حرس الحدود بمدينة الفرفرة تحدث العسكري قال كمان أنه تم ضبط وتدمير 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية بتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية